وعلى هامش فعليات القمة التنسقية للاتحاد الأفريقي بغانا التقى وزير الخارجية والهجرة بذر عبد العاطي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسفقي حيث بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الرؤى حول الموضعات القرية خلال اللقاء أكد وزير الخارجية حرص مصر على الانخراط في الجهود الهادفة لمواجهة التحديات ذات الطبيعة المتشابكة والمعقدة التي تواجهها القرى لسيما في مجال حفظ وبناء السلام وتحقيق التنمية المستدامة كما بحث الجانبان مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في السودان حيث أشار عبد العاطي إلى أن الصدافة القاهرة لمؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية يهدف إلى خلق أرضية مشتركة بين كافة الطيارات المدنية وتوافق في الرؤى حول سبل بناء السلام الشامل والدائم في السودان كما بحث تطورات الأوضاع في كل من ليبيا وجنوب السودان ودول منطقة القرن الإفريقية وكذلك منطقة غرب إفريقيا في ضوء ما تعنيه من أزمات عميقة ذات أبعاد متداخلة تنعكس تداعياتها على القارة بأكملها ترجمة نانسي قنقر